اصدقائي الاعزاء اهلا بكم في دردشة فنية لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد احنا النهاردة هنتكلم عن الفنان الجميل ابو الفتوح عمارة ابو الفتوح عمارة ملامح مصرية اصيلة تشبه تلك التي نقشت على جدران المعابد المصرية ورغم انه لم ينال ولو عمل واحد دور البطولة المطلقة او حتى سنيد للبطن الى ان حصروه على الشاشة لدقائك معدودة ولكن يجعل المشاهد لا ينساه الفنان ابو الفتوح عمارة الذي شارك في عدد من الاعمال والذي تدرج تحت قائمة من نجوم نعرف وشوشهم ولكننا نخفل احيانا عن معرفة اسمائهم رغم موهبته التي لم يختلف عليها حتى كبار المخرجين ابو الفتوح عمارة من موليد 9 سبتمبر 1931 في قرية اخطاب مركز اجا محافظة الدقاهلية وهي نفس القرية اللي تولد فيها الشعر الكبير نجيب سرور وهو من عائلة عريقة كان والده عمدة القرية وورث العمودية عن عيلته وكان له اخ مدير امن واخ تاني دكتور جامعة وبعد ما تخرج ابو الفتوح في المعهد العالي للفنون المسرحية سافر لروسيا وحصل على شهادة الدكتوراه في الاخراج تخيلوا يعني ابو الفتوح عمارة ابن ناس ابوه عمدة واخوه مدير امن وليه اخ دكتور جامعة وهو نفسه يعني مش حاصل على المعهد العالي للفنون المسرحية فقط لا ده حاصل على شهادة الدكتوراه من روسيا ولكن يبدو ان للشهرة حسابات اخرى فرغم ان ابو الفتوح عمارة كان الاول على دفعته وحاصل على شهادة الدكتوراه ورغم ايضا شهادة كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العبقري يوسف شهين شهد لابو الفتوح عمارة الى ان الحظ لم يحالفوا ليحصل على مساحة كبيرة في ادواره واكتفأ بفتفيت المشاهد حبا في التمثيل وانحصر ظهوره على الشاشة في ادوار زي دور الفلاح دور المواطن البسيط الاهواجي الجرسون بواب العمارة وغيرها من الشخصيات اللي تظهر على الشاشة لدقائك معدودة وربما اقل وله اخت في الوسط الفني اسمها فاطمة عمارة فاطمة عمارة دي شاركت في عدة اعمال ابرزها فيلم اضواء المدينة مع الفنانة الكبيرة شدية اما ابو الفتوح عمارة كانت بداياته على خشبة المسرح من خلال مسرحية عزبة بنيوتي في مطلع الستنات وكان وقتها انضم الفرقة عبد الرحمن الخميسي وشارك في مسرحية رود الفرج والبريمة مع فرقة المسرح الحديث وشارك في حدد كبير من الافلام والمسلسلات نذكر مثلا فيلم ابو ربيع مع الفنانة الكبيرة فريد شوقي ومدرست المشاغبين لما كان المعلم بتاع القهوة ولا يمن كنت حبيبي ودموع في عين وقحة ومسلسل ابرياء ولكن مع عيونة شلبي واحلام الفتاة الطاير والبخيل وانا وانا لقتلت الحنش واضيت عم محمد ومسلسل الايام وفتوة الناس الغلابة ولال الحلمية ويوميات ونيس وغيرها وغيرها من الاعمال ولكن الراجل ده ما خدش حقه خالص يعني مفيش مرة شفنا ابو الفتوح عمارة ده ظهر مثلا في دور بطل تاني او بطل تالت ويكون مثلا دور محوري لانه هو فنان كبير ومتعلم برع وحاصل على شهادة دكتوراه في الاخراج يعني مثلا بلاش يطع دور تاني او دور صديق البطل زي مثلا سعيد صالح او يين الشلبي او سامر غانم او سيد زيان او نجاح الموجي لكن برضو على الاقل يبقى ليه ظهور يبقى ليه دور فعال في الفيلم لكن هو بيظهر وسط مجموعة كنبرس ممكن احنا ما نكونش فاكرينه لما تسأل واحد تقوله تعرف الفنان ابو الفتوح عمارة يقولك مين ابو الفتوح عمارة ده لا ما عرفوش لكن لما يتفرج عليه في البخيل وانا اه انا عرفه الرجل ده فيلم ابو ربيع اه انا عرفه الرجل ده ويعتبر من اشهر الكنبرس اللي بيظهره في السينما او في التلفزيون زي مثلا عبدالغان النجدي عبدالغان النجدي عمل افلام كتير جدا مع اسماعيل ياسين وفارد شوق وغيره وغيره لما تيجي تسأل حد تقوله تعرف عبدالغان النجدي ممكن يتوه عن الاسم لكن لو تفرج على فيلم رطيف نمرة خمسة هو بيقول جنبري جنبري فيلم الفنوس السحري انا مشتاج جو جو يا دميل اكيد هيعرف عبدالغان النجدي نفس النظام ابو الفتوح عمارة شكله راسخ في ازهنة لانه فيه الملامح المصرية الاصيلة تشوفه تحس انه هو ابن حتتك جارك ابن بلدك لانه بيمثل الطبقة المتوسطة الطبقة الشعبية وشارك في مسلسل سنبل رحلة المليون وكان دمه خفيف يعني ليه قبول ولكن لن يحالفه الحظ عاش خمسة وتلاتين سنة شغال في مهنة التمثيل بيحصل على ادوار صغيرة في دقائق معدودة بالنسبة بقى لحياته الشخصية والاثرية مفيش حد جاب سرتها في القنوات ولا في المواقع يعني انا حاولت ان انا اعرف حاجة عن حياته الشخصية والاثرية ان هو يتجوز كم مرة ومعاه اولاد ولا معوش اولاد الحقيقة حياته الشخصية محدش يعرف عنها حاجة ورحل الفنان الكبير ابو الفتوح عمارة عن عالمنا يوم 18 يوليو 1998 عن عمر يناهز 66 عام رحم الله الفنان ابو الفتوح عمارة عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة جورج إبراهيم اشتركوا في القناة